السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله منذ فبراير الفين واثنين وعشرين يجب على اي مسافر يزيد عمر عن ستة سنوات قدما من بلد خارج الاتحاد الاوروبي بما في ذلك الجزائر ان يقدم عند وصوله الى الجزائر اما دليل على جدوى للتطعيم الكامل او شهادة استرداد كوفيد تسعة عشر اما نتيجة مستضد سلبي اختبار اقل من اربعة وعشرين ساعة او اختبار اقل من ثمانية واربعين ساعة هذا ليس كل شيء بمجرد وصوله الى الجزائر يمكن للمسافر الاجنبي حتى لو تم تطعمه بالفعل ضد كوفيد تسعة عشر الخضوع الاختبار في المطار اذا كانت نتائج اختبار الراكب ايجابية لك وفيد فسيتم عزله ثم مرافقته الى فندق او منزل لاكمال الحجر الصحي لن تكون هذه الاجراءات الملزمة سارية المفعولة في الايام المقبلة وبالفعل اعلن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد ان المسافرين من دول العالم الثالث سيخضعون لنفس قواعد السفر للقادمين من الجزائر الجزائر ما الذي سيتغير للمسافرين اعتبارا من واحد مارس 2022 اعتبارا من الاول من شهر مارس بالنسبة للمسافرين من جميع البلدان غير الاوروبية ستكون نفس القواعد سارية المفعول مثل تلك المنصوص عليها بالفعل في الدول الاوروبية لدخول الجزائر يكفي احد شروط الممار الاخضر شهادة التطعيم او شهادة الاسترداد او الاختبار السلبي كتب وزير الصحة الجزائري على حسابه على تويتر هذا الاعلان من قبل الوزير الجزائري يعني ان مواطن الدول خارج الاتحاد الاوروبي بما في ذلك الجزائر سيتمكننا من السفر الى الجزائر بمجرد وجود شهادة تطعيم او شهادة تعافي من كوفيد 19 او اختبار سلبي او اختبار مستضد تنطبق نفس الشروط منذ واحد فبراير للمسافرين من فرنسا اعتبارا من واحد مارس حظر السفر غير الضروري لمواطن دول العالم الثالث سيتم السماح للاخير الان بالسفر الى الجزائر دون ابداء اسباب مقنعه كما هو الحال حتى الان